دوع الحقيقة يعني أنا عايز أتكلم فيه بصراحة بقى بيمثل حقيقة جزء من حياتنا اليومية وأنا شايفة أنه يعني في حقيقة خطورة كبيرة على أمننا وسلامنا الاجتماعي عشان كده يعني استحملوني يعني أنه النهاردة عايزة أضرب جرز انذار خلاص جرز انذار لابد منه لأنه بلدنا الحقيقة أنا شايفة وأكيد كلكم معايا أنها فوق كل اعتبار وعلى فكرة إحنا زمان كنا بنزعل جدا من الناس اللي بتحاولناها تشوه سمعة مصر سواء إعلام أجنبي أو ناس مدفوعة الأجندات لخدمة أهداف معينة أو ناس الحقد والغل مالي قلوبها وعامي عينيها لكن دلوقتي الزعل الضعف ليه؟ لأنه للأسف أنه تشويه صورة البلد بقت بتتم بقيت بقى مين؟ ولادها ده بقى هنا وستوب بقى يعني فيهم الولاد دول أو الناس دول اللي ضحك عليهم الأستاذ الباشا مارك شيطان السوشيال ميديا الجديد مارك شيطان السوشيال ميديا الجديد اللي ضحك عليهم وفتح لهم الباب أن هم يبيعوا نفسهم يبيعوا أسارهم زوجاتهم أولادهم حياتهم على السوشيال ميديا وكل ده عشان مقابل الأجر في الآخر خلاهم على استعداد أنهم وبالفعل بيحصل كشف عورات البيوت وبيبقى عشان المقابل بتاحها في الآخر أطلع عورات بيتي وأخذ في الآخر المقابل ويعملوا خدع ومش عارفين يعملوا إيه عشان اللايك والشير والفلوس ومصائب في سبيل أنهم يجيبوا مشاهدات ولايكات ويبقوا مشاهير سوشيال ميديا عشان الدخل يزيد ودول حقيقة بكل أسف لسه هم مش فاهمين ولا مستوعبين أنهم باعوا نفسهم وحياتهم للأستاذ مارك يعني أنتوا بتخيلين يا جماعة أنه إحنا وصلنا لمرحلة أنه الناس بقت بتطلع لايف من غرف النوم إحنا وصلنا لفين من على السرير في قط النوم عبيد إحنا يعني يعني يا جماعة مش عايز أتكلم عشان أنا مش عايز أغلط وكل ده عشان إيه يعني إمتى أنا نفسي أنه البرلمان المصري يشرع قانون أنه بصراحة يبقى فيه ضوابط على المهزلة دي فوضى البث المباشر كل ما فيش أي ضوابط كل واحد صاحي من النوم عايز يعمل حاجة بيعملها وواحد يقف مش عايز أتكلم اللي تحمر كفتة في قدة نوم واللي يصور مراته مش عارفه هي بتعمل إيه واللي بتصور نفسها وهي عيب يا جماعة عيب أنا مش عايز أتكلم يعني أرجوكم يعني يعني أنا عايز أقول أنه الناس دي يا جماعة مش قادرين يفهموا أنهم بيفتحوا بطن الخصوصيات والعورات والمجتمع بتاعهم بيدروا وبتضر نفسك يعني يعني رديك تبقى مش عايز أتكلم برضو يعني أنا بحب يعني إخواتي وجراني والدنيا كلها الشعب المصري كله بحبه مش عايز أقول لحد ولا أوصف فمش عايز أتكلم كتير في الموضوع ده بس أرجوكم يا جماعة ستوب شوية ستوب شوية شوفوا أنتوا بتعملوا إيه يعني مش كل حاجة اطلع اتكلم مثلاً اعمل طبخة اعمل حاجة اتكلم في حاجة مفيدة اتكلم في الأخلاقيات في المجتمع رايحين فين هنعمل إيه اتكلم مثلاً في حماس أنه عايز تعمل مشروع اضحك هزر بس فيه ضوابط فيه احترام مش معقول عيونكم أو عيون الناس دي بقت معمية ومزغللها لها الفلوس بهذه الطريقة فتلاقي بقل فيهم ولا التيك توك يا جماعة ولا التيك توك ده مصيبة تانية ده خراب بيوت والله خراب بيوت التيك توك ده يا جماعة أنا بشوف بلاوي يعني محذورات كل المحذورات المجتمعية طلع على التيك توك فتلاقي بقى اللي فيهم سواء التيك توك أو على أي منصة تانية بيفتي بقى في الدين وما أدراك اللي بيفتي في الدين يعني انت طب أنا عايزة أسأل سؤال يا جماعة اللي بيفتي في الدين ده انت بتكتشف حاجة بدماغك انت بمخك انت يعني انت مخك اللي شافها أنا زنبي ايه وابني وولادي واجراني وصحابي وقسرتي ومجتمع انك انت عايز تخليه يفهم اللي انت فهمته غلط ليه عايز توصل لإيه عايز إيه مثلا مشغول بحاجة عايز يعني تفضلها أكتر فعايز الناس تفضل تهري فأنت تتفرغ للحاجة دي ولا ايه احتفظ باراك لنفسك طبقها على نفسك يا أخي خلي قناعتك لنفسك انت لكن انا زنبي ايه انت مالك ومالي انت مش واصع علي ولا واصع على الدنيا كلها ولا حد فوضك عشان تتكلم باسم الربنا او باسم الدين من تكون انت من تكون صح يعني صدق الله العظيم واعرض عن الجاهلين حقيقي يا جماعة أرجوكم ان توخوا الحذر انه كل الناس اللي ربنا خطبنا في كتابه الكريم بيا أصحاب العقول يعني ربنا قال لنا أنا مديكوا عقل توزنوا بيه الأمور فأرجوكم تمهلوا ما تسمعوش وما تبشوش في السكة دي ومش عايزة تكلم أكتر من كده بس أنا بطلب من كل واحد بيتكلم بيحب يفتي في الدين انه يخلي قراءه نفسه احنا مش عايزين نعرف احنا مرجعيتنا هي الأظهر الشريف بس ما عندناش غيره بنسمعه كل ده بيصب في خانة واحدة خانة تشويه المجتمع المصري اتمنى ان احنا نفوق ونخرج برا دوامة مارك اللي كنا بنقولها عشان صورة بلدنا وبلدنا اللي احنا بنحبها ومستقبل ولادنا ونطلع فاصل